المكان اللي أنتم من آن فيه واللي تشاهدونه وفيها نقوش وكتابات ورسومات وأشياء كثير أخرى هو مكتبي في الواقع وطبعاً أنا يزوروني ناس من مختلف العالم يمكن في السنة يزوروني أكثر من 20-30 شخص من باحثين وعلماء آثار وعلماء اللغات وقلت ضروري أن أنا أجد شيء لهم ليروح عن تراث المنطقة طبعاً ضفار مثل ما تعرفها صبورة كامل مكتابات والنقوش سواء كانت مرسومة بالحبر في الكهوف أو منحوطة على الأحجار وطبعاً أنا لم أمسح من ضفار إلا ما يقارب تقريباً 20% من مساحة ضفار وطبعاً ضفار بحاجة إلى أهلها وبحاجة إلى أن الناس كثير من الكوادر في ضفار يبحثوا في هذا المجال ويبحثوا في مجالات مختلفة طبعاً البلد فيها الأشياء كثيرة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى توثيق فأنا في هذا المجال سألت تقريباً 36 سنة واكتشف أن كمية كبيرة من الكتابات والنقوش هذه الكتابات والنقوش لم تفسر بعد بخلاف الكتابات العربية الغديمة التي يسموها الكتابات السامية هذه كلها مفسرة وطبعاً العلماء أكدوا على أنها كتابات خاصة بضفار وطبعاً اللغة الشعرية الموجودة في ضفار هذا مؤكد أن هذه الكتابات خاصة بهذا اللغة لأن اللغة العربية قديمة حافظ عليها الناس السكان الأصليين وعاشوا معها وهي اللغة العربية أنا سبيها اللغة العادية ونعتقد أنها اللغة العربية الأصلية القديمة التي حافظت عليها الناس هنا هذه اللغة فيها 39 حرف بخلاف كل اللغات اللغات أكبر لغة عربية الآن فيها 29 حرف وجدت هذه الكتابات في أمريكا رحت إلى أمريكا تأكدنا من هذه الكتابات أكدوها العلماء طبعاً كتبنا بحوظ وأكدوها العلماء على أساس أن الكتابات في كولارادو هي كتابات من ضفار وطبعاً في مختلف مناطق أمريكية فيها كتابات نفس الكتابات التي يسموها هم السامية ونحن نسميها العربية هذه الكتابات لم تفسر لا عندنا ولا عندهم بخلاف كل الكتابات التي يسموهم السامية ونحن نسميها العربية فنحن الآن أنا فقط أجمع هذه الكتابات وعنده كمية كافية من الكتابات ولذلك أحاول كل العلماء قالوا أنت الوحيدة اللي ممكن تفسر هذه الكتابات أنا خفت أن أجلس على هذه الكتابات وأحاول أفسرها وأجلس سنوات وآخر شيء أجد أنه أنا لم أفسر هذا الكتابات فاتجهت إلى توثيق اللغة الشعرية بمفرداتها القديمة ومسمياتها القديمة لأن أكيد هذه الكتابات كتبت بمسميات قديمة ومفردات قديمة جدا فعندي مجموعة من الكتب لطافة لهذا الكتب اللي سبق وأنا مثلا نشرتها اللي هو هذا الكتاب طفار كتاباته ونغوش القديمة ثم هذا الكتاب اللي هو سميته لغة عاد لأن اللغة الشعرية نعتقد أنها البقية الأولى من بقية لغة عاد اللي هم لغة العرب الأكيد عندي تسع كتب أخرى الدولة ستطبحهم بإذن الله والطولة طبعا شافت هذا الكتب وأكدت على أهميتهم وطبعا نحن عندنا ما يسموها اللغات القديمة الموجودة عندنا مثل اللغة الشعرية والمهرية وطبعا الحرسوسية والبطحرية وفي الشمال عندهم الغلغة الكمزارية وطبعا هم يسموها هذه التراث القيرمادي وضروري أن هذه البلد اللي فيها هذا التنوذ الثقافي أنه تسجل وتوفق وهذا مهم جدا ونحن الآن في طور هذا العمل فإن شاء الله بعد ما تظهر هذا الكتب تبتدي الناس تدرس هذه اللغة وتدرس هذه المفردات ويبتدي بعض الناس أنه يطيفوا إلى هذا الكلام يعني المفردات اللي أنا طبعا أنا لم أكتب إلا النذر اليسير من هذه المفردات لأن هذا تحتاج إلى فريق وتحتاج إلى عشرات السنين حتى يوثقوا هذه اللغة فهذا اللي أنا أعمله الآن أوثق اللغة بمسمياتها القديمة قبل اندثار هذه الكلمات القديمة بانتهاء الكبار في السن لأن الجيل الجديد خلاص نسى كل شيء وطبعا هذا اللغة اللغة عربية قديمة ومؤكدة إنها من اللغات التي تعود إلى آلاف السنين ما قبل الميلاد أنا عندي الرسوم اللي موجودة في الكهوف من مختلف الرسوم كتابات ورسوم حيوانات جمال بقر غنم حيوانات مفترسة أشكال هندسية مختلفة لا نعرف معناتها ولكن فسلناها بطريقة الخاص طبعا العلماء في كل أنحاء العالم لما تكتشف أي كتابة أو أي حطارة في أي منطقة في العالم أول سؤال يبادر إلى ذهن العلماء أنه من هم السكان إيش أسمائهم شو أسماء مناطقهم شو عاداتهم شو تقاليدهم شو لغتهم شو هذا ثم إيش تاريخهم طبعا أنت تتحدث عن النقوش والكتابات وارك تبرزها أو في نفس اللغة تتحدث عن تاريخ المنطقة هذه المنطقة شو تاريخها من اللي فيها إيش عاداتها وتقاليدها إيش لغتها فضروري تتحدث يعني تدخل في التاريخ وتدخل في النقوش والكتابات حتى يتعرف الناس على هذا الحضار اللي موجودة وخلفيتها التاريخية وخلفيت قومها الذين لا زالوا في هذا المنطقة ونوعية التاريخ اللي هم يتمتعون فيه ولذلك أنا أكتب عن هذا أما كتب القادمة هي كلها منصبة عن اللغة عن اللغة الشحرية لأن هذه اللغة على وشك الانتثار وهذه لغة عربية قديمة ونحاق نريد نوثقها لأن هذه اللغة هي اللي ممكن تفسرنا هذا النقوش والكلمات القديمة إذا راحت لن نفسر الكتابات اللي موجودة عندنا لأنها كتبت بهذا الكلمات القديمة جدا مش كلمات اليوم أنا بعدما طبعا اكتشفت هذه الكتابات منذ تقريبا 32 سنة عرضت هذه الكتابات في محافل دولية وعرضتها طبعا في التلفزيون العماني وفي جرائد والآخر هذا الكلام استدعيت إلى بريطانيا قدمت البحث مالي البحث طبعا أكد غروها المؤسسة العلمية اللي بيسموه أريبين سامينر فأكدوا على أساس أن هذا بحث جديد وأنه هذا اكتشاف جديد وطبعا نصبوه إلى الشخص اللي اكتشف هذا العمل أصبحت لطفار أبجدية وأحضارة وكتابة فاستمرت أنا في هذا المجال ظهرت كتابات نفس الكتابات الموجودة عندنا في أمريكا استدعيت إلى أمريكا لأرى الكتابات الموجودة لما شافوا كتبي قالوا الكتابات الموجودة في هذا الكتاب هي موجودة عندنا في أمريكا ونعتقد أولا أنها من ثموت لكن عدد الحروف وشكل الحروف موجود فيها في طفار إذن نحن نأكد الآن على أساس أنها ليست من ثموت وإنما من ثموت فلذلك استدعونا إلى أمريكا ورحت ثلاث مرات إلى أمريكا بدعوة من مؤسسات العلم الأمريكية ورحت إلى ثماني ولايات أمريكية ورحت إلى مناطق نائية في أمريكا ورحت إلى كالرادو، أوكلهومة، نيومكسيكو، إلى شيكاغو إلى عدة ولايات شفت هذه الكتابات، تصورنا هذه الكتابات كتبنا بحث على أساس الكتابات في كالراد هي منطفار بعد عشر سنوات أكدوها العلماء في مجلة علمية مؤثقة على أساس أن هذه الكتابات فعلا منطفار وليست من كالرادو وعمرها لا يقل عندهم هناك عن ثلاثة ألاف سنة بري كولومبيا مجلة علمية مؤثقة فنحن مجموعة من الباحثين كل باحث كتب عن مجال معين أنا والأمريكان المتخصصين في الكتابات في أمريكا كتبنا بحث حول هذه الكتابات وعلاقتها بكالرادو أو الكالراد علاقتها بضفار هم كتبوا وأنا كتبت وبعدين اتفقنا على أساس أننا نأخذ منهج معين فوافقوني ورحنا وكتبنا أن هذه الكتابات فعلا هي من ضفار وليست من ثموت طبعا وقدمنا البحث مالنا بعد عشر سنوات من البحث اللي هم الباحثين العلميين اللي في المجلة أكدوا هذا الكلام قالوا ميا بلميه إنا في انتفار وعندي المجلة وعندي الترجمة مال البحث مالنا طراث الأمم هي لكل الأمة القبيلة لا تعمل طراث والمجموعة السقيرة لا تعمل طراث الأمم والشعوب هي اللي تعمل وتكون تاريخ وحضارة هذا التاريخ والحضارة عندما تنتشر هذه الأمة وتتوزع تحمل معها موروثها طبعا في ناس ينقصوا من هذا الموروث ويضيفوا عليه أو يضيفوا عليه وفي ناس يبقوا عليه تنسب هذا الثراث واللغات والعادات والتقاليد إلى الأمة لكن فيما بعد تنسب إلى أقوامها التي مثل حمير حمير اللغة العربية والتاريخ العرب ليس مال حمير فقط الحمير آخر الحضارات العربية سباء وقتباء اللغة الشحرية اللغة المهرية اللغات القديمة كلها تنسب إلى أقوامها ولكن في النهاية هي أساس ثراث أمة الكتابات والنقوش الموجود في ظفار قالوا العلماء لا يقل عن أربعة آلاف سنة أربعة آلاف سنة أول أبجدية في التاريخ المعروف عند العلماء عمرها خمسة آلاف وخمسمائة سنة أنا كشخص وكثير من العلماء قالوا نحن نؤكد ونعتقد مئة بالمئة إن أم الكتابات السامية هي من جنوب الجزيرة العربية وبالتحديد الآن بدوا يقربون بدل ما تكون من أي مكان بدوا يقولون لا من ظفار لأن في ظفار الحروف الموجودة في ظفار الموجودة في النقوش الكتابات 33 حرف مختلفة وفي بعض الحروف الصغيرة ثانية شبيهة بها لكن مختلفة قليلا اللغة الشعرية فيها 39 حرف 33 حرف أبجدي وستة حروف صوتية اللغة الشعرية فيها 14 حرف لا تنطقها اللغات الأخرى في اللغة الشعرية 39 حرف منها 14 حرف لا تنطق إلا باللغة الشعرية الـ 14 حرف نقضها على سبيل المثال جا ثا شا ذا الثا الكا الثا الا الا باليا الا الوا والا الها الخفيفة الغينة القلدة مثل ما يقولون هكذا هذه حروف لا تنطقها إلا اللغة الشعرية لكن في بعض اللغات قيل إنها تنطقها ويبدو إن العلماء لم يفسروها بطريقة صحيحة أو لم ينطقوها بطريقة اللي نحن ننطقها خطة المستقبلية هي أولا نطبع هذا الكتب اللي هي جاهزة بعد ما تطبع وتنشر وتصبح الناس تداولها يمكن تجذب الشباب على مختلف يعني فئاتهم إن تدرس هذا اللغة دراسة هذا اللغة تصبح كل شاب أو كل شخص يريد يدرس هذا اللغة يسأل أهله عن المفردات القديمة إذن عندما هاول الناس تبتدي الناس تهتم بهذا اللغة أنا سأتفرق إلى شيء آخر سأحاول أتفرق إلى شيء آخر باللطابة إلى الأشياء التي أنا ستطيع أن أساعدها في هذا المجال هنا نحن أتمنى أتمنى أن الدولة تساعدنا في إنشاء متحف ومعهد لللغة الشعرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر